اخبار اليوم اشهد الفريق اول صدق صبحي بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين في العديد من المجالات مؤكدا رغبة مصر في زيادة افاق التعاون العسكري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في العديد من المجالات واشار الى ان الفرقاطة الجديدة ستتيح للقوات البحرية المصرية تحقيق خطوة نوعية في زيادة قدرتها على القيام بمهامها المختلفة في دعم جهود الامن والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط ومن جانبه اكد جان ايف لودران وزير الدفاع الفرنسي ان الفرقاطة فريم تعد اول خطوة ملموسة على طريق بناء علاقة مميزة على اعلى مستوى بين مصر وفرنسا مؤكدا انه في الوقت الذي تزداد فيه المخاطر الارهابية في افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط تأتي اهمية القوات المصرية كركيزة هامة لضمان الاستقرار في المنطقة ومؤكدا ان التعامل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر